ناخد سؤالنا على البث المباشر حد بيقول الواحد ممكن يختصر الناس ويبعد عنهم منع للأذى منهم وكثرة القيل والقل النبي صلى الله عليه وسلم سأسئل من أحد الناس هل يعتزل الناس أم يختلط ويصبر قال بل تختلط معهم وتصبر على أذىهم هذا أكثر وأفضل وأحد الصحابة راحوا فوجدوا عينا طلع مية وحديقة فقالوا اعتزلنا الناس فاستشاروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا الكلام يعني أنه الأفضل إنسان أن يتعامل مع ناس ويصبر لأن الحياة خلقت كحياة عشان إيه طب لما أنت هتوعد في البيت طب مش هتعامل مع الناس مش هتروح للدكتور لما تعي هتروح طب لما تعيس تشتري من البقاء لا تشتري لا أنا هطلب ديليفري طب ديليفري في الناس في موظف جايلك في حد بيتكلمه حتى لغة الحوار والتليفونات والهواتف ما دي معاملة نعم والناس هي طبيعتها في كل حتة كده فالإنسان الأفضل والأولى أن يصبر على أذى الناس وعدم نقصر إلا الإنسان المؤذي الفاسد ده قصة ثانية نعم أزاكم الله خيرا